لماذا الإنسان يعني يصل إلى هذه المرتبة بدلا من أن يعيش مع أسماء الله تعالى الحسنة ويحلق بها شيخنا يعني ويستحضرها ويعيش معها يصل والعياذ بالله إلى درجة أنه يستخدم هذا الاسم بتنفيذ عن غضبه بالسباب والشتيمة ما أقول يعني؟ أرجع أقول هذا نتيجة الجهل الذي يفرض على أمتنا نحن من فترة زمنية من خمسين ستين سبعين سنة ويحارب العلماء كل شيء عالم مجتهد عما يبذي الجهد وعما ينشر العلم في المجتمع يتهمونه بتهمة ويغيبونه عن المجتمع يغيبوا بالسجن يغيبوا بالقتل باتهامات باطلة وأنتي ملاحظ أنا ما بدي أذكر لك أسماء البلد الفلاني والفلاني 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 كيف صنعوا بعلمائهم بتهم باطلة بتهم يعني ما لها أصل يعني حجزوهم عن المجتمع هذا الرجل أول ما استلام سجل 370 عالم هذا الرجل لمن استلام قتل أربعة آلاف وكسور علماء وهذا بلادنا أنت أدرى الناس فيها تغييب العلماء عن المجتمع ها أكبر مصيبة لو أهلا في هذا رجل اسمه عبد الحليم خفاجة ونحن جلسنا مع المنه قال المسائل الخفاجية ماهو المسائل الخفاجية قال هو سجن أيام عبد الناصر في السجن وسجنوا كإخوان وسجنوا كشوعيين قال كنا إذا يعني ما اجتمعنا بمهجع واحد نحن والشوعيين ولكن جمعونا يعني سمحونا بأن نخرج إلى التنفس بوقت واحد لما خرجنا للتنفس صار مناقشات مسلم داعي إلى الله عز وجل مع شوعي قال والله عدد كبير من الشوعيين رجعوا عن شوعيتهم وأسلموا فلما انتبهت إدارة السجن لذلك أنه هذا معجع كل شوعيين صاروا يصلوا الله أكبر فقام منعوهم من اللقاء فصار هدول يطلعون التنفس الساعة عشرة ودول يطلع التنفس الساعة عشرة فيقول بس أنتوا عطونا حرية حرب على دين الله تعالى عطونا حرية نتكلم بس نبين نحن ما بدنا ياكو أنتوا عطونا الحكم ما بدنا نحن نريد حرية نتكلم ونفهم الناس دينهم أحد الشباب يسأل شيخنا أنه هل هذا ينطبق أيضا موضوع الشتيمة والسب على سب الدين سب الإسلام يا سيدي سب الدين ما هو الدين الدين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القدر خيره وشريه من الله سبحانه وتعالى الدين هو عبارة عن إخام الصلاة وإتاء الزكاة عندما يسوب الدين ما يسوب؟ يسوب كله هذه من الكفريات الشنيعة يعني واحد يقول الثاني أنه هيك وهيك من دينك هذا كنت عم بحكي لك قصة الشيخ اللي فلما يعني قبله وقاله يا أخي أنت تعرف شو ترتب على هذا السباب هذا أنت عم تسب له دين وسب له رب العالمين تعرف أن شو ترتب عليك من فقال أعوذ بالله أنا أتوب إلى الله قال أبدأ التوبة بأن تشهد أن لا إله إلا الله تعوذ متما خرجت تدخل إستان لا يكفي الاستغفار يعني لا لا الكفر مور رجوع بالاستغفار بقدر ما هو الرجوع بشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله عظيمة والله الله يبارك فيك طيب شيخنا بي يعني نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي شباب المسلمين الله يبعث لها الأم من ينقذها لأنه هذا يجلب البلاء من هذا الجهل والبلاء العظيم هذا الفعل يجلب البلاء بالفعل والفتن القائم اليوم مما كسبت أيدينا شيخنا